خلال ترأسه القدس الاحتفالي لمناسبة الحج العالمي لفورسان مالطا إلى لورد تمنى البطرياركو الماروني مربشارة بطرس الراعي أن تبارك السيدة العضراء الشرق الأوسط المصلوب على صليب الكراهية والبغض والمصالح السياسية لتبارك السيدة العضراء شرقنا المصلوب على صليب الكراهية والمذهبية والدموية والمصالح السياسية والاقتصادية لتساعدنا على المحافظة على لبنان يليقوا بها وعلى أخواني وأخواتي الذين أعطوا قيمة لأرضنا وبالنهاية لتعطي فورسان وفارسات مالطا الديناميكية الروحية هي المرة الأولى التي يترأس فيها بطرياركو الماروني قدس الحج إلى لورد الذي شارك فيه هذا العام حوالي 25 ألف شخص من 36 دولة بينهم وفد لبناني يضم 200 شخص